الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا أما بعد فإن المؤمن يتقرب إلى الله تعالى بطلب العلم الشرعي ويعلم أنه من أفضل القربات إن طلب العلم فرض من فروض الكفايات وفروض الكفايات أفضل من النوافل والمستحبات ومن هنا جاءت النصوص بالثناء على طالبي العلم وبيان أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنعه قد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويخطئ بعض الناس في فهم هذا الحديث فيظن أن المراد به مجرد تعلم الحروف وكيفية النطق والتلاوة والحديث أعم من هذا وكل تعلم لأحكام القرآن يدخل في هذا الحديث فتفسير القرآن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في تعلم القرآن لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسيرة لكتاب الله جل وعلا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ومن هنا فهنيئا لكم بطلب العلم وهنيئا لكم بمدارسة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهنيئا لكم بتنزل الرحمات وغشيان السكينة ووجود الملائكة معكم وأذكركم في هذا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن دخل في حلقة العلم أما هذا فقد آوى إلى الله فآواه الله ولعلنا نكمل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء بل يتفضل الكاري مشكورا بارك الله فيه وجزاه الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الإمام البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عنده وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم في هذا الحديث فضائل متعددة فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم والصلاة أفضل أوقات العبد إذ هو وقت مناجاة العبد لربه سبحانه وتعالى ومع ذلك أمر بأن يكون دعاء الإنسان طلبا للمغفرة واعترافا بالتقصير والذنب وفي الحديث الترغيب في تعلم الإنسان ألفاظ الأدعية التي يدعو بها ربه جل وعلا وفي الحديث أن الصلاة من مواطن الدعاء وفي الحديث في قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اعتراف العبد بتقصيره وبحاجته إلى التوبة والمغفرة من الله جل وعلا مهما كانت مكانته فإذا كان هذا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه احتاج إلى أن يعترف بالذنب وأن يصف نفسه بأنه قد ظلم نفسه ظلما كثيرا فنحن من باب أولى نحتاج إلى أن نعترف بتقصيرنا وذنوبنا وخطايانا ونحتاج إلى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وفي الحديث أن طلب المغفرة بل جميع الأدعية لا يجوز أن توجه إلا لله عز وجل فلا يصح لإنسان أن يطلب من عبد من العباد غفرة لذنبه ولا أن يدعوه لحاجة يحتاج إليها مهما كان ذلك المخلوق سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من غيرهم وقد تواترت النصوص بإيجاب أن يكون الدعاء لله وحده قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقد وعد الله جل وعلا من دعاه بإيجابة دعائه قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومن هنا فإن الإنسان لا يحتاج إلى أن يصرف دعاه لغير الله كيف وصرف الدعاء لغير الله شرك في العبادة كما قال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقد أخبر جل وعلا أن دعاء غير الله ضلال يضيع هباء منثورا وأنه لا يستجاب لصاحبه قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وفي هذه الآية مع قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي دليل على أن الدعاء من العبادة قد تواترت النصوص وتتابعت كلمات الأنبياء في إيجاب أن تكون العبادة لله وحده وكل نبي يقول لقومه ألا تعبدوا إلا الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن هنا يجب أن يكون دعاؤنا لله سبحانه وتعالى وفي الحديث الجمع في الدعاء بين طلب المغفرة وطلب الرحمة والرحمة كما تشمل مغفرة الذنوب تشمل تيسير الأمور وقضاء الحاجات ورفع الدرجات وفي الحديث في قوله فاغفر لي مغفرة من عندك طلب أن تكون تلك المغفرة من الله جل وعلا والأصل في لفظ المغفرة أن يراد بها تغطية الذنوب وسترها وعدم إظهارها وعدم ترتيب آثار الذنوب عليها ولذا قيل لما يوضع على الرأس في المعارك مغفر لأنه يستر الرأس ولا يمكن أحدا من أن يؤثر عليه وفي الحديث مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى خصوصا الأسماء التي لها علاقة بما يدعو به الإنسان فلما دعا بالمغفرة والرحمة توسل إلى الله بإسميه الغفور والرحيم قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال في هذا الحديث مشروعية التسليم وأنه جزء من أجزاء الصلاة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يخرج من الصلاة إلا به وقد قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بأن الإنسان لا يخرج من صلاته إلا بالتسليم استدل عليه بما عهد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يؤثر عنه خروج من الصلاة إلا بلفظ التسليم استدل عليه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا والمبتدأ المعرف بإضافته إلى معرفة يفيد إنحصاره في الخبر فكأنه قال لا يحصل صراف وتحلل من الصلاة إلا بالتسليم وذهب الإمام أبو حنيف رحمه الله إلى أنه يخرج من الصلاة بكل فعل أو قول يقصد به الخروج من الصلاة وهذا القول يخالف ظواهر هذه الأحاديث ومن شأ الخلاف في هذا هل من أدوات الحصر المبتدأ المعرف فينحصر في الخبر أو لا والصواب إنحصاره فيه بدلالة عدد من أدلة أو بعدد من كلام العرب في هذا الباب وفي الحديث أيضا مشروعية صلاة النساء مع الإمام في المسجد قد كان النساء في عهد النبوة يأتين إلى المسجد فيصلين مع الإمام وقد كان كثير منهن لا يعرفنا القراءة فيستمعنا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن المستحب للنساء أن ينصرفن من المسجد بعد انقضاء الإمام من صلاته مباشرة فينصرفن بعد سلام الإمام مباشرة فهذا هو الأولى في حق النساء لأن هذا هو المعهود من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دلالة على أن النساء يصلين خلف الرجال في صلاة الجماعة فيكون الرجال أقرب إلى الإمام وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الإمام ينبغي به أن يبقى قليلا متجها إلى القبلة فلا ينصرف حتى ينصرف النساء وهذا على سبيل الاستحباب وفي هذا الحديث الترغيب في أن لا ينصرف المأمومون إلا بعد انصراف الإمام وفي الحديث بيانوا أن من مقاصد الشريعة عدم اختلاط الرجال بالنساء بحيث يكون لكل منهم وقت يناسبه أو مكان يناسب أن يكون كل منهم فيه وفي الحديث سرعة انصراف النساء بعد سلام الإمام وفي الحديث أنه يستحب أن يتأنى الرجال فلا يقوم حتى يقوم الإمام خصوصا إذا كان من أهل الفضل والعلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته في هذا الحديث مشروعية الأذكار التي تقال بعد الصلاة المكتوبة وقد ورد في تفاصيل ذلك حديث يأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى في الحديث من الفوائد استحباب رفع الصوت بالذكر الذي يكون بعد الصلاة المفروضة فإن الناس في عهد النبوة كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر وليس في الحديث أنهم كانوا يذكرون بلفظ واحد أو بصوت جماعي بل كان كل واحد منهم يذكر الله وحده فلم يكونوا يقولون أذكار الصلاة جماعة بل ينفرد كل واحد منهم بهذا الذكر وفي الحديث أيضا استحباب رفع الصوت للإمام والمأمومين بالذكر بعد الصلاة وفي الحديث من الفوائد أن من أذكار المسلم بعد انكضائه من الصلاة المفروضة التكبير فقد كانوا يكبرون الله بعد الصلوات المكتوبة كما سيأتي في الحديث الذي يليه وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلاء والنعيم المقيم قال كيف ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون وليست لنا أموال قال ألا أحدثكم بأمر إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون قوله هنا جاء الفقراء فيه الترغيب في المنافسة في عمل الخير أن الإنسان ينبغي به أن يسعى لأن يكون أفضل من غيره في طاعة الله جل وعلا وفي ذكره وفي الحديث أيضا قوله هنا ذهب أهل الدثور المراد به الأموال العظيمة وفيه أن امتلاك المال الكثير ليس نقيصة ولا دلال على قلة منزلة العبد متى اكتسبه من حلال وأنفقه في طاعة وقد قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فدل هذا على أن من اكتسب المال من حله وصرفه في طاعة الله جل وعلا كان ممن يثنى عليه في هذا الباب وليس ذلك مما يتنافى مع الزهد فإن المراد بالزهد أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في آخرته فإذا كان ما يكتسبه الإنسان من المال ينتفع به في آخرته بنفقته على نفسه ونفقته على من أوجب الله عليه نفقتهم وببذله في سبل الخير كان حينئذ زاهداً لا لكونه ترك المال وإنما لكونه جعل المال وسيلةً لأرقي في درجات الآخرة وفي الحديث فضل الصلاة والصوم وفي الحديث فضيلة إنفاق الأموال في الأعمال الصالحة من الحج والعمرة والجهاد والصدقة وفي الحديث أن من مكنه الله جل وعلا من أمر من أمور الدنيا من عمل أو منصب أو سمعة أو مكانة في قلوب الناس أو مال فاستعمله في طاعة الله جل وعلا كان هذا من أسباب رضا الله جل وعلا عنه ومن أسباب رفعة درجته عند رب العزة والجلال وبالتالي لا يجوز لإنسان أن يذم من حصل شيئاً من هذه الأمور لأن تحصيلها متى كان يترتب عليه استعمالها في أنواع الطاعات كان من أسباب علو درجة العبد ورفعة مكانته وفي الحديث استحباب الأذكار بعد الصلاة ومن تلك الأذكار التسبيح والتحميد والتكبير وفيه أن الذكر بعد الصلاة يرفع درجة العبد رفعاً عظيماً ويجعله خيراً من غيره ولذا قال أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم أي من تجاوز عليكم ولم يدرككم أحد بعدكم أي ممن لم يفعل مثل فعلكم وكنتم خيراً من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله وفي الحديث وفي الحديث استحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المفروضة واستحباب أن يكون ذلك ثلاثاً وثلاثين والأوراد التي تتعلق بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وردت بصيغ متعددة فمرة وردت بثلاث وثلاثين كما في هذا الحديث ومرة وردت بأن تمام المئة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وورد أن تمام المئة بتكبيرة رابعة وثلاثين وورد أيضاً أن التسبيح يكون بخمس وعشرين مرة ويزاد فيها لفظة التهليل لتبلغ المئة كما ورد في بعض روايات هذا الحديث أن كل لفظة من هذه الألفاظ تقال عشر مرات وعلى كل فكل هذه وارد في الأحاديث وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن زاد في هذه الأذكار ازداد أجره وسوابه وظاهر الحديث أنه يجمع هذه الكلمات الثلاث في سياق واحد فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة وليس الأفضل تفصيلها وتقسيمها لأن ظاهر حديث الباب هو الجمع بينها ولذا قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب إلى المغيرة أن اكتب لي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة فأملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة في دبر كل صلاة مكتوبة إذا انصرف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال ويقول إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وإن الله حرم عليكم منعاً وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات ثم وفدت على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول قوله عن وراد هذا هو كاتب الصحابي المغيرة بن شعبة كان المغيرة أميراً على الكوفة وكان معاوية رضي الله عنه في الشام خليفة على المسلمين وكان حريصاً على أنواع الذكر ولذا كتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى المغيرة أن يكتب له بما سمعه من الأذكار التي تقال خلف الصلاة قال وراد فأملأ علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية فيه مشروعية الكتابة بالعلم ومشروعية تذكير الناس بعضهم ببعض ومشروعية يسأل الإنسان عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأذكار التي تقال وفي هذا ترغيب الإنسان بأن يكثر من ذكر الله تعالى ودعاءه بعد الصلاة المفروضة قال فأملأ علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية استدل به على صحة طريقة كراءة الشيخ في رواية الأحاديث فإن المغيرة أملأ هذا الحديث قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة دبر الشيء يطلق مرة ويراد به آخر جزء منه مما يدحل في مدلوله ويراد به ما كان خارجا عن ماهيته ولذا دبر الدابة جزء منها وبالتالي قد يراد بالدبر ما يكون خارج الصلاة وقد يراد به ما يكون داخل الصلاة ولكن هذا الحديث فيه قرينة تدل على أن المراد خارج الصلاة فإن كتاب معاوية إلى المغيرة قال أكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله خلف الصلاة فدل هذا على أن المراد ما كان بعد السلام فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فقوله كان يقول دلال على الاستمرار والدوام والتكرار وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة إذا انصرف ففي هذا دلال على أن الأذكار التي وردت بعد الصلاة يراد بها الأذكار التي تكون بعد المكتوبة قوله إذا انصرف من الصلاة يعني سلم ففي هذا مشروعية السلام من الصلاة والانصراف من جهة القبلة فكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيه إثبات أن العبودية حق خالص لله وأنه لا يجوز لنا أن نجعل غير الله إلاها بل إلا هي حق خالص له جل وعلا قوله له الملك أي هو المتصرف في الكون والآمر والناهي فيه وله الحمد أي هو المستحق للثناء الذي لا يتطرقه نقص بوجه من الوجوه وهو على كل شيء قدير فإنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت فيه إثبات تصرف الله في الكون وأنه هو المعطي المانع سبحانه وتعالى وأنه لا يستطيع أحد من الناس أو من الخلق كائنا من كان أن يتصرف في شيء من الكون بدون أمر من الله جل وعلا وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني أن صاحب المكان منك الجد يعني أن مكانته ومنزلته ومنصبه وماله لا يغني عنك من الله شيئا ولا يدفع عنك شيئا من قضاء الله جل وعلا ثم قال بعد ذلك قال ويقول يعني أن من الأحاديث التي يرويها المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إن الله كره لكم ثلاثا ففيه إثبات فعل الكراهة لله عز وجل فهو يكره المحرمات والمعاصي وقوله قيل وقال أي نقل الأحاديث بدون التثبت من صحتها وبدون معرفة كونها مما يفيد الناس ولذا الواجب على الإنسان أن لا ينقل حديثا إلا إذا علم صدقه من جهة وعلم أثره الجميل في الناس متارواه أما إذا عرف أنه كذب لم يجز له أن يحدث به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وكذلك لا بد أن يتأكد الإنسان من كون ذلك الحديث مما يعود بالنفع والخير على سامعه وعلى الناس فإنه ولو كان حقا لكنه يتضرر الناس من روايته لم يجز للإنسان أن يرويه ولذا نهت الشريعة عن الغيبة فالغيبة ذكر معايب الآخرين التي يتصفون بها ولكن هذه الغيبة لما كانت نقلا لأفعال غير محمودة وصفات غير مرغوبة كان نقلها مضرا بالناس ولذا نهي عنها وقد قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وفي زماننا الحاضر بوجود وسائل الإعلام وسائل التواصل قد يتساهل بعض الناس في نقل هذه الأحاديث أو إعادة نشرها بدون أن يتيقم من صحتها أو بدون أن يعلم أنها عائدة بالنفع والخير ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فهذه هي القاعدة لا بد أن تتأكد أن ما تنقله من أخبار أو من كلام يعود على الناس بالنفع وأما الثانية فكثرت السؤال فقيل بأن المراد بها سؤال المال بحيث يستعطي الإنسان من الآخرين ويطلب منهم أن يعطوه من أموالهم وقد جاء في الأحاديث التحذير من كثرة السؤال وقد جاء في الحديث أن من سأل أموال الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وبعض أهل العلم قال المراد بهذا الأسئلة التي لا يترتب عليها ثمرة والتي ليس في معرفتها فائدة فهذه لا يسأل عنها وإنما يقتصر الإنسان بالسؤال عما فيه نفع وخير عائد إليه وقد جاء في النصوص بيانوا أن الله أقر المؤمنين على أسئلتهم العلمية يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن اليتام يسألونك عن المحيظ إلى غيرها من آيات السؤال ولم يعب الله عز وجل عليهم ذلك لأنهم سألوا عن أشياء ينتفعون بها ويؤدي إلى عملهم بها وأما الصفة الثالثة التي يكرهها الله فيضاعة المال المراد به إنفاقه في غير محله إنفاقه في غير محله وقد أمر الله جل وعلا بحفظ المال وعدم التبذير فيه وليسراف قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا يخوان الشياطين وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقوله وإن الله حرم المراد بالتحريم الخطاب الذي يأتي بالمنع من فعل من الأفعال بطلب ترك ذلك الفعل على سبيل الجزم وهذا الطلب يقتضي تحريم الفعل وأن من أقدم عليه فإنه آثم ويتضمن أيضا أن من تركه بقصد التقرب لله عز وجل يكون مثابا مأجورا وأما بذل المال في أوجه الخير فهذا لا يعد من إضاعة المال بل هو من حفظه ولذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته وسألهم عن شات قد ذبحوها قالوا ذهبت كلها إلا كتفها فقال صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا كتفها وأما الصفة الثانية فقوله وإن الله حرم عليكم منعا وهات يعني أن بعض الناس تجده إذا ثبتت الحقوق عليه منعها ولم يؤدها وإذا كانت الحقوق له فإنه يطالب بها بإلحاح وشدة وفي الحديث تحريم عقوق الأمهات وذلك بعدم القيام بمصالحهن وعدم الاستجابة لهن وعدم الإحسان إليهن وعقوق الأمهات من كبائر الذنوب والمعاصي وقد ورد في الأحاديث أن الوالد أوسط أبواب الجنة وجاءت نصوص كثيرة تبين فضل الوالدة قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وقوله وأدوا البنات المراد به قتلهن وقد كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم ومن يقتل البنات في ذلك الزمان على صنفين الصنف الأول صنف يخشى على نفسه الفقر فيقول أنا عاجز عن النفقة عليهن وبالتالي أخشى على نفسي من الفقر والصنف الآخر يخشون على البنات وقد جاء في النصوص تحريم وأد البنات وبيان شدة الإثم المترتب على قتلهن وفي المقابل جاءت أحاديث بفضل تربية البنات وعظم أجل الإحسان إليهن وأن من ربا ومن عال جاريتين فأكثر فأحسن تربيتهن كن له حجاباً من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وراد كاتب المغيرة ثم وفدت على معاوية ذهب إليه من العراق إلى الشام في وفد قال فسمعته يعني أنه سمع معاوية يأمر الناس بذلك القول فيطلب منهم أن يذكر الله بعد الصلوات المكتوبة بهذه الأذكار التي وردت في هذا الخبر وعلى الإنسان أن يتعلم هذه الأذكار وأن يقولها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وأسعدكم في دنياكم وأخراكم وجعل الله ألسنتكم رطبة بذكره وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أهل الإيمان وأن يجعلهم من الذاكرين الله كثيرا المستمدين ألعون منه سبحانه على طاعته والإكثار من ذكره كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين